خلانا نعمل قراءة تاريخية ماذا لو كانت جماعة الإخوان استمرت في حكم مصر وماذا لو لم يكن هناك 36 أو 3 يوليو هو طبعا التاريخ ما فيهوش لو لكن الحقيقة أنه يعني خلينا نقول أنه برغم أنها قراءة تاريخية لكن هي للمستقبل ويمكن 11 سنة دول اللي مروا على مصر أعتقد أنه هم بمثابة 11 عقد يعني عشرات السنين الحقيقة وإي حد بيتوقف عند النقطة دي النهاردة بيشوف أنه حجم التحولات والتغيرات سواء في الداخل أو في الخارج واللي وجهته مصر زي وقفة كاملة والوطن قطعة واحدة ما فيش أي تهديدات ما فيش في استقرار وبنتناقش في تشكلات حكومة ومين يروح ومين ييجي وفي مشكلات صغيرة ويومية أعتقد أنه ده هيكتشف قد إيه كان الأمر موجود أو إحنا بنفترض لا إحنا مش محتاجين نفترض لأنه الحقيقة أنه 30 يونيو وما قبلها يعني منذ يمكن ديسمبر 2012 والإعلان الدستوري وإحساس الناس بأنه فيه تهديدات واضحة فيها عاوزين نعمل الجيش موازي ونعمل ميليشيات موازنية وشرطة موازية دي حقائق كان موجودة وموجودة على الأرض وفي الأرشيف فكان تفتيت بمعنى أنه يعني ما كانش الدولة قادرة على تعيين محافظ قبطي في قنع مثلا تم منعه وتم تعيين إراءابي محافظ مكانه يعني دي المثلة محتاجة له يعني أب الزبط في لقصر في غيره فكانت الفكرة أنه أنت يمكن الناس ممكن تبقى بتنسى مثلا أو كده لأنه التفاصيل كانت كتيرة ومركزة لكن أي حد فاكر أنه ما كانش عندنا مثلا في مصر مشاكل هوية يعني عنصرية شيعا وسنة ومسيحين ومسلمين كانت حاجات بسيطة لأ كان فيه شيعا وسنة وقتل واحد على اعتقاد المشيع ده أعتقاد المشيعي ده أتل اتسحل في الشارع فكرة أنه عاوزين نعمل جيش وعاوزين نستغني عن ده وعاوزين نحل الأجهزة نحس مؤمن حل مؤمن يعني ما فيش الدولة معنا صح فهو الفكرة ما كانتش مشكلات اقتصادية ومشكلات كل المشكلات اقتصادية والساسية والحوار العام للناس يمكن حلات صحيح طالما الدولة موجود حقيقي الدولة لو وقعت خلاص هو ده كان التهديد الحقيقي لهوية مصر وده اللي يفرق بيننا وبين الناس التانية فاهم المهم صحيح ويمكن الناس العادية جدا اللي طلعت في الشوارع اللي هو كان يقولوا حزب الكنبة والناس دي ملهاش علاقة الناس اللي كانت بتحس بخوف على أنه بيقول لك جامعة القاهرة دي نشتمها يهددوا جامعة يعني قلوا ايه جامعة القاهرة دي وكذا حصروا الاعلامي حصروا المحكمة الدستورية العالية يضربوا الناس في الشوارع فكرة انه ما عندوش اي تصور حوالين اي حاجة ما عندوش تصور عن التركيبة الفكرة الانتماء لأي حد او اجهزة في الخارج عندهم استعداد يبيعوا اي شيء او يرتبطوا باي شيء طالما ده مع مصالحهم تنظيم سري وعلني في نفس الوقت يعني عاوز يحكمه مش عاوز يبقى في السياق سياسي مش بس يوقع السلم اللي هو طلع عليه لا ده هو عاوز يلغي كل ده ونقعد 500 سنة وندخل في دولة دينية يعني هو الفكرة مش انه الموضوعات كل التفاصيل اللي ممكن نختلف عليها او نتفق فيها ممكن حلها طالما احنا على ارضية واحدة لا هما مش على نفس الارضية يمكن ده كان التلاتة يوليو عشان كده كان يوم تاريخ ويوم فاصل ويفترض ان احنا بالفعل نستعيده ونتعامل معه لانه زي ما انا قلت صحيح ما فيش لو في التاريخ فيه فرض ارادة الشعب المصري اللي حصلت على مدى لكن كمان الفرض اللو ده اعتقد انه كان هيودينا في مساحات تانية وفي مصائر الدول حوالينا يعني بمعنى انه انت بتتكلم على دول سقطت في الغرب في الشرق في الجنوب في كل مكان حوالينا براميل البرود ودايما انا بشبهها بحد ماشي الناس بتخبط فيه وبتضربه بتحدف عليه نار ويطلع يبص يلاقي جسمه سليم وبيتكلم في تفاصيل الحياة فالفكرة هنا انه ازاي انقص ده وعلى فكرة الناس اللي كانوا موجودين في 30 يونيوهما قبلها واللي في 3 يونيوهما نفسهم اللي استمروا بعد كده ممكن يبقوا اختلفوا واتفقوا مع بعض لكن فضلوا هما الكتلة الواحدة اللي ما كانوش موجودين على فكرة طول عمرهم ما كانوش موجودين اشتركوا في القناة